بسم الله الرحمن الرحيم مساهمة منا في اليوم العالمي للغة العربية للاهتمام بها للاهتمام بها فنقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا مهتدين ولله الحمد وجعلنا للغة الضاد قداما ولها في قلوبنا محبة وإجلالة ولدستورنا في القرآن الكريم حاوية معانيه وبلاغته وأسراره وكما ورد أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة رفقة ومقامة ومن الله برهانا والصلاة والسلام على رسول الله الذي أوتي جوامع الكريم وهو أفصح من نطق بلغة الضاد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبلغته وقومه اجتمعت اللغات في لغة واحدة وجمع في القرآن الكريم كل قوم أما بعد أيها الإخوة كل قوم له لغة لهم لغة تحمل في طياتها وسيلة وحضارة ومن لم يكن له لغة فليس له في الأنام مقام ولذا بينا ابن خلدون حد اللغة هي عبارة متكلم عن مقصودة وتلك العبارة فعل اللساني فلابد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم لكن قد يلتبس القصد على البعض من أهل اللغة إذا وقف عند المعنى الأصلي للألفاظ دون إدراك للمعنى الاستعمالي أو جهل للسياق لحداثة سن أو غلبة هوا من ذلك ما أورده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لما نزل قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال الزعبري قد عبدت الملائكة والمسيح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أجهلك بلغة قومك يا غلب ونحن نعلم أيها الإخوة أنه لم يترك الأذب العربي شيئا من أغراض الشعر إلا أبدع فيه فنقول الحمد لله الذي شرف اللغة العربية بالقرآن الكريم وأثاب من عمل بها محتسبا وكرمنا بالانتساب إليها قد عني اللغويون والنحويون من قديم الزمان بدراسة الفصحى فهي اللغة الأدبية المشتركة بين مختلف القبائل في الجزيرة العربية تلك اللغة العربية التي سجل بها الشعراء خواطرهم ومظاهر الحياة من حولهم كما استخدمها الخطباء في محافلهم وأسواقهم والأدبية ثم توجه القرآن الكريم فأنزل الله تعالى بأعلى ما تصبو إليه هذه اللغة من مستوى ومن ذلك الحين ارتبطت هذه اللغة بالقرآن الكريم وزادها القرآن قوة وثبات وكثرة انتشار ولله الحمد ومن ذلك الحين اجتهد النحاة واللغويون في دراستها وتحديد معانيها من ناحية الأصوات والصيام والأبنية والدلالة وتركيب الجملة ووظيفة الكلمة في الجملة ليس معنا هذا أن الناس كانوا في الجاهلية لا يتحدثون فيما بينهم إلا بهذه اللغة فقد كانت هناك لهجات كثيرة لم ترق إلى هذا المستوى الأدبي ولذا روى لنا اللغويون العرب مقتطفات من هذه اللهجات حدثونا عن فحفحة هذين وعن عنتي تميم وكشكاشة ربيعة وتلتلتي بهراء كما ذكروا لنا طرفا من خصائص لهجة بل حارف ابن كعب وطيء وغيرهما غير أن الهدف الأساسي عند هؤلاء اللغويين كان هو محاولة رسم معالم اللغة الأدبية لغة القرآن الكريم والشعر والخطابة وغير ذلك من الفنون الأدبية وهي تلك اللغة التي اصطلحنا على تسميتها بالفصحة ومن القواعد المقررة عند علماء اللغة أنه يستحيل على مجموعة بشرية تعيش في مساحة أرضية شاسع أن تصطلح في حديثها اليوم لغة موحدة تخلو من اختلاف من صوت أو ذلال أو اختلاف في البنية أو التركيب إن هذه قضية ليست في حاجة إلى برهنة لكن اللغة العربية ولله الحمد اكتسبت الجمال والإبداع من جمال حروفها تنطق وتسمع وتكتب بالخط العربي فهذه من لمسة فنية تزين أحروفها من زخارف ونقوش وحركات التشكيل كما تظهر في القرآن الكريم أو كما ترسم الكتب والمصاحف والصحف عندما تتحرك بها الألسن تتجلى فيها البراعة والفصاحة والصور البديعة والكثير من المعاني وهذا ما يتميز به القرآن الكريم الذي عندما نزل تحد العرب وخصوصا قريش وهذا ما تعجب منه فصحاء قريش لما نزل القرآن ماذا قال الوليد بن المغيرة والله والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه هذا تذوق اللغة العربية أهميتها تتميز اللغة العربية من بين اللغات أنها من أقدم اللغات في العالم فهي لغة القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم وما زالت من اللغات المستخدمة بين العرب والعجم إلى وقتنا الحاضر ولله الحمد مما جعل الأعاجم يتعلمونها بسبب ارتباطها بالدين الإسلامي وكان العصر الذهبي لهذه اللغة انتشار الدين الإسلامي إلى العالم وبالرغم من العولمة وظهور المصطلحات الدخيلة وفشو اللغة العامية إلا أنها تنتشر بين الناس وهي المرجع الأساسي في التعليم ووسائل الإعلام والمحافل الدولية ولذا تتميز اللغة العربية بقدرتها على التكيب والإبداع في مختلف العلوم مختلف العلوم كالهندسة والجبر والطب والفنون والتجارب العلمية بالإضافة إلى ما وصلت إليه من الإبداع في الأدب والبلاغة والتأليف حيث استطاع الكثير من العلماء أن يكتبوا عدة مؤلفات في ألوان وفنون مختلفة ومن أبرز هذا النمط كتاب عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروب والتاريخ والنحو والقواف فلغة اللغة العربية لا زالت لغة العلم والتواصل ومن أبرز مميزات اللغة العربية تصريف الكلمة الواحدة إلى عدة صيام فمثلا كتب يكتب كاتب مكتوب كتاب كتب وتعدد أيضا الأسماء للمسماء الواحد فمثلا الأسد له عدة أسماء بل أوصلها بعضهم إلى خمسمائة اسم أين نجد هذا في اللغات الأخرى؟ ومن تمييزها باللغات حركة الكلمة تغير المعنى الحركة فتحة ضمة كسرة تغير المعنى فبثلا في قوله تعالى في سورة التوبة قال تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله فإذا قال الإنسان بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام في رسوله فقد عطف الكلمة رسوله على المشركين فيكون تفسيرها نعوذ بالله كأن الله بريء من المشركين ورسوله وأما الرفع ورسوله فهي معطوفة على الضمير المستتر في قوله بريء فالله ورسوله بريء من المشركين ورسوله ورسوله بريء من المشركين وهذا يدل على فهم اللغة العربية واللغة العربية بها يفهم الإنسان معنى القرآن الكريم وعندما فهم الصحابة روال الله عليهم أسرار اللغة في القرآن الكريم خشحت قلوبهم وذرفت دموعهم واستقامت حياتهم وأرضوا ربهم وصلحت شؤونهم من ذلك عبر الخطاب رضي الله عنه لما قتله أبو لؤلؤ أهل مجوسي اختار أبو لؤلؤ قتله في الصلاة لماذا؟ لأنه يعرف عمر بن الخطاب إذا شرع في الصلاة تعلق قلبه بربه فيقول الراوي كنت في الصف الثاني أو الثالث وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له نشيج من البكاء في صلاة الفجر ويقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وهو يصلي بالمسلمين فهذه القلوب التي وعت وحافظت واستشعرت المعاني وطبقت الأحكام ومن اهتمام العرب باللغة العربية الفصحى قال أحدهم لا أتزوج امرأة إلا نحوية فأخذ يهيم في الأرض يبحث عن امرأة نحوية حتى وصل إلى إحدى القرى فرأى فتاة تسقي من البئر بالدلو فقالت هذه الفتاة خاطب أباها فقالت يا أبتي أدرك فاها قد غلبني فوها لا طاقة لي بفيها فقال هذا النحوي لقد ظفرت بها أو ما معنى قوله فانظروا استمع إلى استعمال الأسماء الخمسة في مواقعها العربية دون تلعف ولو سألنا أحد عن إعراب مواقع الكلمة فوها فاها فيها لوقف عاجزا فمن تلذذ باللغة العربية الفصحى فإن مشاعره تتداعى عند سماعها لقبول هذا القول أو رده من ذلك قول العرابي حول قوله تعالى والسارق والسارقة فاخطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله غفور رحيم قال العرابي لما سمع هذه القراءة والله غفور رحيم قال ليس بكلام الله ليس هذا الكلام بكلام الله كيف يقطع وهو يغفر ويرحم فعندما صححت القراءة وقرئت الآية قراءة صحيحة وختمت بقوله تعالى والله عزيز حكيم قال الأعرابي نعم نعم عزا فحكم وقطع واللغة العربية لغة الإيجاز معاني كثيرة في ألفاظ قليلة ولم توجد في أي لغة من اللغات قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وانظر حرف واحد يعني كلمة أو يعني جملة مثل قي ومثل عي وعى ووقى ووقى ووعى فاللغة العربية تزخر بالثراء اللغوي ومن المعاجم اللغوية العربية بدأ تاريخ علم اللغة العربية بالقرآن الكريم وهي من أجل الدين لغرض فهم القرآن الكريم المصر التشريعي للإسلام فالقرآن الكريم هو محور الدراسات العربية كلها ومن أنواع المعاجم العربية ترتيب الكلمات ترتيب الكلمات على حسب البخارج الصوتية ونوع الترتيب على حسب الحروف الأبجدية ونوع تركيب حسب الموضوعات وهناك الرسائل الصغيرة التي استقى اللغويون العرب استقاها من أفواه البدو ولذا هناك معاجم كثيرة في اللغة العربية وخدمة جليلة لكن بعض من الناس حدان الله وإياهم أضاعوا اللغة العربية وبدأوا يتكلمون باللهجات العامية ونسوا الفصحى أو استهانوا بها نسأل الله العافية ومن ذلك مجارات غير العرب في كلماتهم يأتيك رجل أعجمي وتخاطبه بلغة غير العربية أو كتخاطبه بلغته المكسرة وهذا يضعف الاهتمام باللغة العربية وأيضا بعض من الناس تعجبهم اللغات الأجنبية ويتكلمون بها ويتركون اللغة العربية لكن الواجب الاهتمام بتدريس اللغة العربية وللأسف نجد بعض المسلمين أو بعض العرب يهتمون بتدريس اللغات الأجنبية يدرسون اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية ويهتمون بأولادهم في تدريسها ويأتون لهم بالمدرسين لكن يتساهلون في تدريس الفصحى ولا يدرسون وأيضا مما يضعف اللغة العربية ضعف معلم اللغة الفصحى فينبغي لنا أيها الإخوة اختيار مدرس اللغة بعناية والاهتمام باللغة العربية الفصحى في تعليمنا وشؤون حياتنا لأن نتعلمها وسيلة لفهم القرآن والسنة وفهم القرآن والسنة واجب فكان تعلمها واجبا كما قال علماء الأصول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذا تعلم اللغة الفصحى واجب ولذا علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من شاعر وأكثر من خطيب وكان أحد الشعراء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجو قريشا ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أثهجوهم وأنا منهم وقال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم باللغة العربية اهتماما عظيما ومما ينبغي لنا إذا أردنا أن نحافظ على هذه اللغة كثرة قراءة القرآن والحديث وكتب التفسير ونحوها من علوم الدين فإنها تقوم الليسان العربي كلما أكثرت من قراءة القرآن والحديث وكتب التفسير فإن لسانك يتقوم للغة الفصحى وأيضا بيان مزايا وفوائد اللغة العربية ومن أهمها نشر الإسلام وتعلمه وتعليمه الذي هو طاعه لله وسبب في دخول الجنة التي هي أمنية كل مسلم ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن يكون حديثنا في بيوتنا وأسواقنا وبطاعمنا وفنادقنا وحتى مع سائقينا ومع عمالنا باللغة العربية بل ينبغي أن نجعلها شرطا في قبول العامل أو المغظف أو السائق أو إمامة المسجد والتدريس وما إلى ذلك ولذا ينبغي أيها الإخوة أن قوة اللغة العربية في قوة الدولة فإذا كانت الدولة الإسلامية قوية فإن اللغة العربية تكون قوية ولذا عرفنا كيف كانت قوة للغة العربية وانتشارها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فكان العرب في الأيام الوفود في السنة التاسعة كان وفود العرب من الجزيرة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم الخطباء والشعراء فيتكلم خطيبهم ويتكلم شاعرهم فيقوم خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم ويبين وكذلك الخطيب والشاعر ولذا كانوا يقولون وهم فصحا خطيبكم أحسن من خطيبنا وشاعركم أفضل من شاعرنا ونحن نعلم أيها الإخوة أن قوة اللغة العربية في قوة الدولة فمثلا عهد الخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية والعباسية ولذا ينبغي لنا أن نحافظ على دولتنا ونكون معها نكون مساعدين لها في استقرار الأمن لتتوسع وتهتم باللغة العربية اللغة العربية إخوان كما أن الأمة العربية هي أمة بيان والعمل فيها مقترن بالقول والتعبير واللغة التي انتقلت من خلالها ثقافة الشرق إلى الغرب كله وهي أفضل السبل والوسائل لمعرفة شخصية أمتنا وحضارتنا العريقة هذه اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي ما زالت محتفظة بتاريخها اللغوي والنحوي منذ خلق الله الأرض والإنسان تعتبر اللغة العربية من أهم لغات العالم منذ قديم الزمان وتعد أيضاً هي لغة القبائل مثل قبيلة عاد وثمود وغيرهم وهذا ساهم بانتشارها على مستوى جزيرة العربية وبلاد الشام ومع تغير العصور والدياد الشعوب وتقاربهم انتقلت اللغة العربية إلى العالم كله ولذا تحتل اللغة العربية أهمية كبيرة عند المسلمين فهي لغة مصادر التشريع الإسلامي القرآن والسنة نبوية ومع انتشار الإسلام وحضارته ارتفعت مكانة اللغة العربية وأصبحت لغة السياسة والعلم والأدب لفترة طويلة في الأراضي التي كانت تحت حكم المسلمين كما أثرت على كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي كاللغة التركية والفارسية والأردية وقد اكتسبت اللغة العربية أهميتها لأنها تتميز بالبيان والبلاغة وعليه فالقرآن لم ينزل إلا بها كما قال تعالى بلسان عربي مبين فمثلا كلمة السيف في اللغة الفارسية تقتصر على معنى واحد بينما في اللغة العربية يوجد عدة معاني تدل عليه وأيضا تقيم اللغة العربية الحجة على الناس فلا يجوز للإنسان أن يشهد بالله دون فهمه لما يشهد به لأن العلم شرط من شروط الشهادة حيث قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين إخواني اعتياد التكلم باللغة العربية يؤثر على العقل والخلق والدين اللغة العربية مصدر عز للأمة وتعد مقوما أساسيا من مقومات الأمة الإسلامية العربية لغة الابتكار والتجديد تتميز بقزرتها على التكيف والإبداع في مختلف العلو كالهندسة والجبر والطب والفنون والتجارب العلمية بالإضافة إلى ما وصلت إليه من الإبداع في مجالات الأدب والتأليف حيث استطاع الكثير من العلماء أن يكتبوا عدة مؤلفات في فنون مختلفة ومن أبرز أمثلة هذا النبط كتاب العلامة اليمني إسماعيل ابن أبي بكر ما هو هذا الكتاب؟ حنوان الشرف الوافي في علم الفقه والحروق والتاريخ والنحو والقوافي ولا تزال اللغة العربية لغة العلم والثقافة وواسيلة التواصل في العصر الحديث وتتمثل أهميتها بأنها أقدم اللغات التي لا تزال تتميز بخصائص تراكيبها وصرفها ونحوها وأدبها وكذلك خياله هذا فضلا عن تمكن اللغة العربية من التعبير عن جوانب العلم المختلفة كما تعد أماً لمجموعة اللغات الأعرابية التي نشأت في شبه الجزيرة العربية واللغة العربية هي أم العربيات اللغة العربية الفصحى هي أم العربيات التي تجمع العرباء والمسلمين والمتمثلة بالحميرية والبابلية والعبرية والأرامية والحبشية أو اللغات السامية والتي ترجع إلى أبناء نوح عليه السلام وهم ساب وحاب ويافر ولذا اللغة العربية من أهم مقومات الهوية العربية حيث عملت طويلا على نقل تاريخ وثقافة الحضارات العربية عبر الزمن وتعتبر من أهم العوامل التي حافظت على توحيد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج كما ساهمت في حفظ تاريخ العرب منذ العصر الجاهلي ومن ذلك تاريخهم الكامل وبطولاتهم وشعرهم وآخيرا كانت معجزة معجزة في نزول القرآن الكريم بهذه اللغة مما أضفى عليها القدسية والعناية الإلهية فقد تحولت من لغة تختص بقبائل الصحراء إلى لغة أمة إسلامية قادة الحضارة لقرون متتالية وإذا في وقتنا الحاضر تحتل اللغة العربية المركز الرابع كأكثر اللغات انتشارا في العالم حيث يتحدث بها ما يقارب 280 مليون شخص لهذا يسعى الكثيرون لتعلمها وأيضا فوائدها كثيرة فوائدها كثيرة للعربي ولغير الناطقين بها ولذا ينبغي لنا أن نهتم باللغة العربية اهتماما عظيما فهي تتميز بالكثير من المميزات التي توجد في لغة الضاب اللغة الفصحة اللغة العربية هي لغة الضاب لغة الضاب لا توجد في غيرها من اللغات ولذا هي تتميز بفصاحتها يخلو الكلام مما يشوبه من تنافر بالكلمات وضعف التأليف والتعقيد اللفظي أيضا الترادف وهو أن يدل عدد من الكلمات على نفس المعنى المرد وأيضا الأصوات ودلالة على المعاني بمعنى أن يفهم معنى الكلمة بشكل عام أو دقيق من خلال الصوت فقط وهذه من أهم المميزات الخاصة باللغة العربية أيضا كثرة المفردات تزخر اللغة العربية بعدد وافر جدا من المفردات ولا تحتوي لغة أخرى على عدد أكثر أو يساوي العدد الذي تحتويه لغة الضاد أيضا علم العروب وهو العلم الذي ينظم أوزان الشعر وبحوره ويضع القواعد الرئيسية لكتابة الشعر مما جعل الشعر العربية هو الأكثر بلاغة وفصاحة نتيجة لاتباعه أوزان محددة وقواعد رئيسية وأيضا أنظر الصر الصر وهو أسلوب يرتبط بالمفردات ويعتمد على الكلمات التي تتكون من ثلاثة الجذور وقد تصبح رباعية أيضا في بعض الأحيان بوجود صيغ مميزة للكلمات الخاصة بها مثال تحويل الكلمة المفردة إلى مثنى والمثنى إلى جامع وهكذا إلى آخر المفردات التي تستخدم في اللغة العربية ومن ذلك النحو وهو تعريف أساس الجملة في اللغة العربية ولذا يقسم النحو في اللغة إلى قسمين أساسيين هما الجملة الإسمية والجملة الفعلية ولكل نوع من جمل اللغة العربية قواعد نحوية يجب صياغتها بطرق صحيحة حتى تشارك في نقل الأفكار الخاصة باللغة وذلك يسهل في إعرابها وطرق كتابتها بشكل سليم من أكبر التحديات التي واجهتها اللغة العربية هو ثباتها وانتصارها على عامل الزمن والتطور بفضل نزول القرآن الكريم بها في حين أن اللغات الأخرى مثل الإنجليزية قد تطورت واختلفت بشكل كبير عبر الزمن وأيضا من مميزات اللغة العربية التخفيف وهو أن أغلب المفردات في اللغة العربية أصلها ثلاث ثم يأتي الأصل الرباعي ثم الخماسي على الترتيب في كثرة انتشاره في أصول المفردات العربية ولذا اللغة العربية من اللغات العريقة والتي تحمل تاريخ الحضارات القديمة لذلك اهتم العالم بنشرها والحفاظ عليها بين الشعوب والدول فبدأ الاهتمام العالم باللغة العربية يظهر منذ القرن العشرين للميلاد وتحديدا عام 1948 ولذا اعتمدت اللغة العربية كثالث لغات العالم رسميا بعد الإنجليزية والفرنسية وذلك وفقا لما قررته منظمة اليونسكو وفي عام 1960 تم الاعتراف عالميا بأن اللغة العربية جعلت المنشورات العالمية أكثر تأثيرا به عن غيرها من اللغات ولذا نسمع أن المؤتمر الأول لليونسكو في اللغة العربية بناء على رغبات ومجموعات من الاقتراحات التي قدمتها الدول العربية مما أدى إلى اعتماد اللغة العربية كواحدة من لغات العالم التي تستخدم في المؤتمرات العالمية ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتغلب على العقبات التي تواجه اللغة العربية لأن اللغة العربية تقابلها بعض العقبات التي تعوق سيرها بشكل صحيح والتي تؤخر التقدم التي تشهده اللغة في الأعوام الماضية ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف العقبات لأن نعالجها نعالجها وأهم شيء التمسك بالإسلام وكثرة قراءة القرآن والاهتمام بالفصحة لكن من العقبات عدم الاهتمام بكتابة اللغة العربية صحيحة في مجالات البحث العلمي وعدم استخدامها كلغة خاصة في الأبحاث الأكاديمية والعلمية وعدم تأثير اللغة الأصلية على اللسان العربي بل اختلطت اللغات الأخرى على ألسنتهم مثل العامية والفرانكو عرب وهذا أدى إلى استبدال اللغة العربية بالكثير من اللهجات الأخرى التي قد تكون سبباً في ضياع الفصحة وأيضاً من العقبات قلة الاهتمام التكنولوجي للغة العربية والتي اعتمدت على تطبيقاتها وبرمجتها على اللغات الإنجليزية أو العالمية كما قالوا وهذا أدى إلى قلة التفكير ببرمجة التكنولوجيا إلى اللغة العربية وأيضاً الاحتماد في ضرامج الإنترنت على الأرقام واللغة اللاتينية التي أصبحت من المصمم الرئيسي للصفحات الإلكترونية مع أنه من الممكن استخدام الأرقام والحروف العربية بدلاً من اللغة اللاتينية المستخدمة حالياً فيجب على أمة الإسلام أمة العرب وأمة الإسلام خاصة أن يبينوا فضل اللغة العربية وأن يكون في العلم لها أساس أن المناصرين للغة العربية حاولوا جاهدين بإنشاء الجمعيات المخصصة للحفاظ على اللغة العربية وتنميتها بدلاً من ضياعها وكانت هذه التحديات كالتالي هو استبدال اللغة العامية باللغة العربية الفصحى في طرق الحوار المختلفة بين الأشخاص حتى مع اختلاف جنسياتهم وهذا ما يجمع المسلمين العربي والأعجم إذا تكلموا باللغة العربية الفصحى اجتمعوا كلهم على كلمة واحدة لأن رسولهم واحد وربهم واحد وقبلتهم واحدة فينبغي أن تكون كلمتهم واحدة دستورهم وهو القرآن واحد فلابد أن يعرفوا اللغة التي يعرفوا بها معاني القرآن الكريم ولذا ينبغي تطوير الفصحى حتى تقترب من العالمية أكثر بإدخالها كلغة متدرجة في عالم برمجة النت والتكنولوجيا الهجوم إلى اللغة اللاتينية واستبدال اللغة العربية كلغة عالمية بديلة لها تطبيق جميع المناهج باللغة العربية الفصحى وطريقة كتابتها بالنهج الصحيح بدلاً من دراستها باللغات العامية الأخرى ولذا عرفنا أيها الإخوة أن هناك العديد من المميزات التي تتميز بها اللغة العربية عن باقي اللغات ومن أبرزها هي لغة القرآن الكريم ولغة الحديث الشريف هي لغة الضواد هي اللغة الوحيدة في العالم التي تجتمل على هذا الحر تتسم اللغة العربية بالقوة والصلابة والمفردات التي لا يمكن أن تجدها في أي لغة أخرى حيث تتوزع ثروب فيها على مخارج الشفتين من أعلى ومن أسفل مشكلة ترانيم قل ما تسمعها في باقي اللغات هذه اللغة العربية تحتوي على ثمانية وعشرين حرفاً وهي بهذا تعتبر من أقل لغات العالم من حيث عدد الحروف وتتميز بأنها تكتب من جهة اليمين إلى اليسار وهذا يختلف عن باقي لغات العالم التي تكتب من اليسار لليمين على اللغة الفارسية ولذا ينبغي لنا أن نهتم باللغة العربية لغة القرآن الكريم نتعلمها ونفهمها ونتخاطب بها نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم القرآن الكريم وتدبره والعمل به والمحافظة على لغتنا العربية لنفهم القرآن ونعمل به لأن نتعلم اللغة العربية واجب كما قال علماء الأصول والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته